بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا نعيش هذه الدقائق في رحاب الأدب وفي رحاب أهل الأدب واسمحوا لي أن أضع عنوانا لهذا اللقاء أقول فيه بالأدب تنال الرتب وكما تعلمنا من أشياخنا حب وأدب وصول بلا تعب لا بد أن تتأدب مع الله وأن تتأدب مع سيدنا رسول الله أضرب لكم نموذجا من أدب سيدنا رسول الله مع ربه ومن أدب الصحابة مع سيدنا رسول الله في رحلة المعراج أمر الله نبيه بالصلاة وفرضها علي كانت في البداية خمسون صلاة فجاء إلى سيدنا موسى فقال له صر ربك التخفيف فعاد النبي وطلب من ربه التخفيف فخففها إلى خمس صلوات خمس في العمل وخمسون في الأجر والثواب فقال له سيدنا موسى إن أمتك لا تطيق ذلك صر ربك التخفيف فماذا قال سيدنا رسول الله قال لقد استحييت من ربي حياءً وأدبًا وخجلًا وانكسارًا وتواضعًا للعلي الأعلى سبحانه وتعالى لقد استحييت من ربي وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وهو المغفور له بنص القرآن ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطًا مستقيمة تقول له أم المؤمنين عائشة يا رسول الله إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول لها يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا أيها النبي المؤدب المؤدب أدبه ربه فأحسن تأديبه وأدب أصحابه فأحسن تأديبهم ورباهم فأحسن تربيتهم في مرض موته صلى الله عليه وسلم وقد اشتد المرض عليه فقال الحبيب لما حان وقت الصلاة مروا أبا بكر فليصلي بالناس فتقدم الصديق وهاهو في المحراب وإذ بسيدنا رسول الله يخرج من حجرته النبوية المباركة الشريفة يتهادى بين رجلي يعني يستند على اثنين من أصحابه فرآه الصديق قادم جهة القبلة فتأخر الصديق فقال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس فلم يتقدم الصديق فتقدم حبيبنا المصطفى وصل بالناس إماما والصديق خلف رسول الله فلما أتم النبي الصلاة قال يا أبا بكر ألم أقل لك صلي بالناس فانظروا إلى المؤدب الصديق الذي تأدب على يد رسول الله قال لسيدنا المصطفى ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم عليك يا رسول الله فعلا بالأدب تنال الرتب نال الصديقية لأنه تأدب مع حبيبه المصطفى وهذا سيدنا الحمزة عم سيدنا رسول الله يسألونه ذات يوم وهو عم النبي في النسب وأخوه في الرضاع من السيدة ثويبة مولاة أبي لهب سألوه ذات يوم يا حمزة أنت أكبر أم النبي فقال المؤدب سيدنا الحمزة هو أكبر مني ولكني ولدت قبله انظروا إلى الكلام وإلى الأدب في الحوار هو أكبر مني قدرا ومقاما ومنزلة وعزا وجاها ولكني ولدت قبله أي أن سني أكبر من سنه بالأدب يا عباد الله تنال الرتب وحب وأدب وصول بلا تعب اللهم ارزقنا كمال الأدب معك وكمال الأدب مع نبيك المصطفى أدبنا بأدب رسول الله وخلقنا بخلق رسول الله وحشرنا تحت لواء رسول الله آمين آمين يا الله وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته